تفضل يا منتصر السلام عليكم أستاذ وليد وعليك السلام تفضل بالله سؤال اليوم فما كثير من الفرق اللي انتشرت من سنة شيعة صوفية إلى آخره وكثير من الفرق وحتى في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم اللي تنقسم الأمم بعد الرسول لثلاثة وسبعين فرقة يعني كل واحد يقول اللي فرقته هي الفرقة الناجية وكل واحد يقول اللي هي الفرقة المتاعه هي الفرقة المختارة كيفاش نجم تفرق النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس الحديث قالوا من يا رسول الله قال ما أنا علي وأصحابي الفرقة الناجية قال ما أنا علي وأصحابي هل الصحابة رضي الله عنه أرضاهم كانوا صوفية أم كانوا يشركون بالله عز وجل لم يكونوا صوفية ولم يشركوا بالله خلاص إبقى إحنا كده نحينا الصوفية ونحينا أصحاب الشرك وقس على ذلك ولكن هي الأمة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكفر منهم أحد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم كفر كل من يشرك بالله عز وجل كفر كل من يشرك لكن ليست 73 فرقة اللي انقسمت من بعض إذن لماذا كلها في النار طيب إذن لماذا كلها في النار أهو في النار اسمعني بس أهو في النار المؤمن أم المشرك المشرك في النار بس خلاص إذن النبي صلى الله عليه وسلم مش لازم يقول النبي قال كلها في النار إلا واحدة قالوا فمن يا رسول الله قال ما أنا عليها أصحاب لكن المسلم العاصي يمكن أن يكون أيضا في النار لا المسلم العاصي ليس من هذه الفرق المسلم العاصي ليس من هذه الفرق ياك الله يبارف عمرك الفرقة الناجية هل فيها عصاة الفرقة الناجية الله أعلم فيها عصاة فيها عصاة لأن العصيان لا ينفك عن البشر نحن نتكلم عن أصحاب العقيدة الصافية وليس إنسان صاحب عقيدة صافية ولكنه مثلا وقع في شيء ما من الكبائر أو المعاصي ملاش علاقة ولكن شيخ هذا الذي نقلته أنت من الحديث التكملة من الحديث الذي يقول ما ألا عليه أنا وأصحابي فما يعني فرق كل الفرقة تقول أصحابه يمكن الشيعة يقوله أقول لأ حضرك حاجة ما أنا عليه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حط قاعدة ما أنا عليه وأصحاب هل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم كانوا يفعلون كما يفعل الشيعة الآن أو يفعل الصوفية أو غيرهم لم يكنوا يفعل لكن يوجد المداخلة أيضاً اللي يجيوا في عهد الإمام أحمد بن حنبل ولم يكفرهم الإمام أحمد بن حنبل وكانوا مشاكلهم عقائدية أيضاً أولاً هناك مشاكل عقائدية مش هنقول بقى مشاكل عقائدية من المختلف فيها يعني مثلاً زي باب الأسماء الصفات وهذا ما قالك بحر واسع فالبعض اختلف فيه فهناك كثير من العلماء ما كفروا هؤلاء ولكن فيه هناك أمور شركية واضحة فيه هناك أمور شركية واضحة فلا يستويان فدي عقيدة ودي عقيدة ولكن دي بحرها واسع ودي لا فيها نصوص الجالية ما يستطيع أحد الكلام فيها وهل يوجد دليل من كتاب الله اللي هو الأول أول مرجع مرجع لنا كمسلمين أنه الفرقة الناجية هي من تتبع السنة يعني الشيعة اللي هما ما يمنوش بالحديث يعني يقول لك يعني يشككون دائماً في الحديث فهل في القرآن يا غالي أنا ما بكلمك دلوقتي عن مسألة سنة أو غير سنة نحن نتكلم عن مساء العقائدية هل هذه فرق عقائدية أم لا فيه إنسان بيبقى مسلم عامي عادي ولكن عقيدة بتاعته صحيحة عقيدة بتاعته صحيحة فده يدخل من ضمن الفرقة اللي مش النارية الفرقة اللي هي الفرقة خلاص اللي هي الواحدة لكن الفرق النارية دي كلها دول أصحاب عقائد أصحاب عقائد وعقائد باطلة ويدعون إليها كمان فهنا الميزان رمانة الميزان إيه ما أنا عليه وأصحاب اليوم لكن هذا من الحديث يا شيخ وللكثير من بعض الفرقة الأخرى اللي يؤمنون بسحة كل الحديث الصنة والجماعة الله يبرك عمرك هناك أحاديث الآن واضحة وضوح الشمس نحن لا نتكلم عن الأحاديث المختلف فيها فالأحاديث المختلف فيها لا يبنى علي حكما لكن نحن نتكلم عن أحاديث واضحة يعني الآيات التي تتكلم عن الشرك وتتكلم عن الكفر واضحة أم ليست واضحة النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم وكفر هذه الفرق وأدخلهم النار وأصبحوا الفرق النارية إذن على قعقائد واضحة قطعية الدلالة لكن يا شيخ هل يوجد في القرآن الكريم دليل لكل الفرق المسلم يجب عليه اتباع القرآن هم موجود في الدليل له يعني القرآن يجب نتبع يا غالية طبعا حاجبها لك من نقطة تانية حاجبها لك من نقطة تانية حاجبها لك من نقطة تانية أنا دلوقتي لو سجدت القبر تضعني في أي فرقة من الفرقة التي ما أنا عليه وأصحابي أم تضعني في أي فرقة أخرى نضعك في فرقة أخرى طيب لو أنا دلوقتي ذهبت ودعوت من في القبر أن يرزقني ستضعني في الفرقة التي عليها النبي وأصحابي ام في فرقة اخرى كل من يشرك بالله هو في فرق اخرى طيب بخلاص انت وضعته انت الذي صنعت الفرق الاخرى الان كل شرك بالله هو مشرك طيب هو الذي يشرك انت بتحطه في فرقة اخرى الفرقة الاخرى دي ليه المسمى دي حاجة تانية لكن ليست فرقة مسلمة لان حتى شاهد فيديو يا غالي هناك اناس يشركون بالله عز وجل ويقولون على انفسهم مسلمين هذا مشركين شيخ لكن وهو هي الفكرة كلها مش ان انت تقول عليه ما انت انت لو انت بتقول عليه خلاص لكن هو نفسه بيقول على نفسه مسلم لكن في هذا الحديث شيخ الاجمع العلماء وانا تفرجت حتى في فيديو لدكتور عثمان الخميس اللي هو قال يعني الحديث هذا كل العلماء لم يكفروا الفرق يعني حتى الفرق وانهي على يعني التكفير المسلمين الاخرين لانه الرسول قال في الحديث هذا يعني كانت هم مسلمين لكن فيه فما مشاكل قائدية طيب اخطار عقاردية هناك فرق بين الكافر والمشرك هناك فرق بين الكافر والمشرك الكافر الذي لا يؤمن بالله عز وجل ابتداء او كفر بالله كان مسلمena وكفر بالله بالكلية اما المشرك ده يظن انه مسلم ومع ذلك يشرك مع الله عز وجل هذا شيء كما قلت أنت أشرك بالله لأنه كان جعل له ندم أنا دلوقتي أشركت بالله وسميت نفسي الطائفة الكركدية وأنا على فكرة وبقرأ القرآن كمان وبقرأ القرآن واسمي محمد واسمي حسن واسمي علي واسمي عمر وبقرأ القرآن لكن في جزئية معينة أشرك بالله واسمي كركدية وليه ناس وليه جمهور وليه كذا وكذا دي تعد فرقة نارية ولا ما تعد فرقة نارية هذا يعد مشرك ولا يعد من الأصحاب المذكور فيهم الحديث هذا من الله يا سيدي ما دي فرقة نارية تدعي إلى النار بشرك بالله لكن لا يمكن أن يكون الرسول تكلم عليما ليه مش لا يمكن السؤال ليه مش لا يمكن ليه لأن الرسول قال أمته من لم يقول المشرك طيب هو هو يعدي نفسه من الأمة هو اسمه اسمه عمر واسمه علي واسمه أبو بكر واسمه حسن ومع ذلك ويقرأ القرآن تمام ومع ذلك يشرك بالله عز وجل في جانب وهو نسمي نفسه مسلم واللي يشوف يقول له انت اسمك قول للشهادة يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أنه محمد رسول الله هؤلاء مثل المنافقين اللي كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا ده مش منافق هو يظن نفسه الذي يفعله هو حق هو مش منافق يعني المنافق ده الذي يبطن الكفر وزن الإيمان لكن هو يظن بذلك كان هو يتعبد الله عز وجل حتى بالشرك شيخ هذا القول سمعتوه منك من أول مرة نعود نبحث فيه وأنا أدعوك زيدا أني أنت تشوف المحاضرة من الدكتور عثمان الخميس أبشر على فترة أنا شفتاوك كلام الشيخ عثمان الخميس لا يخالفني وأنا لا يخالف الشيخ عثمان الخميس إذن الفرق النارية من أين ستأتي سؤال الفرق النارية من أين ستأتي كلهم مسلمون إذن من أين ستأتي يعني أنت بإتقادك كده ما هي الفرق النارية طيب الفرق النارية المداخل اللي قالوا بخلق القرآن طب الذي قال استنى بس الذي قال بخلق القرآن هو أول بعض الآيات أولها ومع ذلك يقول عن النفسي مسلم ويقول عن نفسي مؤمن لم يشرك ولو قلت له أشد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أصبح مسلم يعني خلاص يعني قالت شهادة ومسلم يعني يعني هو لما قال أن القرآن مخلوق لم يشرك هنا بالله والتاني برضو على فكرة الذي يقول يا علي مدد لا يرى نفسه مشرك يوجد مشكل في أن يرى نفسه مشرك وليس مشرك وهو الذي يقول بخلق القرآن يرى في نفسيه أنه مسلم وموحد لله عز وجل بل وينفي خلق القرآن حتى لا يكون لله عز وجل كلاما فله لسانا وإلى آخره هو يرى نفسه كذلك شيخ حتى يعني من العلماء الكبار مثل أحمد ابن وحمد يعني ما تكفرهمش يعني أنا من مستوى البسيط على الأخر من العلم يا قالي وأنا قلت لك كفرهم أنا فيه فرق بين أن تقول هذا مشرك بالله عز وجل وأن هذا كافر يعني الفرقة النارية دي تظن فرقة مسلمة صحيحة العقيدة إن قلت لها بل فاسدة العقيدة طب لايس الشرك بالله عز وجل من ضمن العقائد صح طيب الله المستهل حياك الله شكرا العفو الله كلمة شكرا